موسيقى من قناة الأخبار أحييكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ساعة في الاقتصاد نتحدث في حلقة اليوم نناقش ملفين الأول زيارة خدم الحرمين الشريفين إلى الأردن والتقارير أو أهم الاتفاقيات التي تم توقيعها ما بين الجانب السعودي والجانب الأردني اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية تم توقيعها حتى الآن نناقشها ونناقش في ملفنا ثاني الأمر الملكي بتخفيض الضرائب على شركات النفط ونفصل أضعا هذا القرار الذي صدر بالأمس هذا الأمر الملكي الذي صدر وأثاره الاقتصادية على الاقتصاد السعودي وعلى شركات النفط نتابع معا في البداية أو قبل أن نتابع تقريري الأول حول ملفنا الأول أرحب ضيوفي في حلقة اليوم المهندس فيصل فضل أمين مؤسسة الملك السعود أهلا بك معنا مهندس فيصل أيضا ينضم إلينا من الدمام الدكتور عبداللطيف العفالق رئيس اللجنة الوطنية للسياحة في مجلس الغرف السعودية أهلا بك معنا دكتور عبداللطيف كما ينضم إلينا من المدينة بعد قليل السيد محمد رشوان مستشار اقتصادي ورجل أعمال أيضا أرحب ضيوفي من عمان الدكتور فوزي السمهوري مستشار اقتصادي أهلا بك معنا دكتور مشاهدين الكرام قبل أن نستهل الحوارنا نتابع معنا تقرير تالي ثم نعود شهدت القمة السعودية الأردنية بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني توقيع 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتضمنت أبرز الاتفاقيات المليارية المبرمة تأسيس شركة سعودية أردنية للاستثمار بقيمة 11 مليار ريال ومشروع لبناء وتطوير محطة شمسية بقدرة 50 ميجاواط كما اجتملت العقود دراسة جدوى بناء مفاعلين بتقنية المفاعل ذي الوحدة المدمجة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه بالإضافة إلى بحث وتطوير مشروع تعدين خدمات اليورانيوم وتضمنت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مشروع قرض إنشاء طريق عمان العقبة واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والبيئة كما اتفق الجانبان على عدة برامج تنفيذية في مجالات شؤون الاستماعية والثقافية والصحة بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الإسكان والخدمات البريدية وبل وراء مجلس التنسيق السعودي الأردني خطط الاستثمار وتعزيز التعاون خلال لقاءات رجال الأعمال الثنائية وبحث العروض الاستثمارية والفرص المتاحة وفق رؤية المملكة المستقبلية كما حرص رجال الأعمال خلال أجندة العمل على نيل القطاع الخاص حصصا أكبر من الاستثمارات المشتركة انطلاقا من اهتمام ودعم قيادة البلدين لدعم وتنمية التجارة في شتى المجالات ووفق ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم وعقود نوعية من المتوقع أن يشهد التبادل التجاري بين البلدين نموا يتخطى حاجز الخمسين مليار ريال ترجمة نانسي قنقر 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 تعتبر زيارة تتخللها الكثير من العناية الجمهورية والمحلية والعالمية والإقليمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 الشرق الأوسط في السياحة العلاجية يعني يقصدها الناس يعني من مختلف الدول العربية المحيطة من اليمن ومن سوريا ومن ليبيا ومن شمال المملكة شمال المملكة عمان أقرب لهم مثلا من العاصمة السعودية والمدن الرئيسية في المملكة بالتالي هم يقصدونها إذا عرفنا أنه العام الماضي كان في عمليات تكميم المعدة لسعوديين بما يقارب الـ 14 ألف عملية فبالتالي نعرف أنه الاستثمار السعودي في تنمية هذا القطاع هو استثمار مجدي ومشترك وغير ذلك من الصناعات الدوائية والمنتجات الزراعية وخلافها لتحظى باهتمام المملكة العربية السعودية الشريك الأكبر للأردن اقتصاديا نعم أنتقل إلى ضيفي من عمان دكتور فوزي سمهوري مستشار اقتصادي أرحب بك معنا دكتور فوزي تم تأسيس الصندوق السعودي الأردني بالتزامن مع زيارة خدم الحرمين الشريفين إلى الأردن يستهدف استثمارات تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار ما يزيد على 11 مليار ريال سعودي ما أهمية إنشاء هذا الصندوق السعودي الأردني المشترك واستثماراته في قطاعات موجهة بداية كل تحية والتقدير لشخصك الكريم ولضيوفك الكرام وللمشاهدين الكرام أعتقد أولا عندما نتحدث عن توقيع الاتفاقيات لا يمكن لنا أن نأخذ هذه الاتفاقيات بمعزل عن العلاقة التاريخية التي ربطت ولا زالت تربط وستربط بإذن الله العلاقات ما بين القيادتين الحكيمتين في المملكة العربية السعودية وفي المملكة الأردنية الهاشمية كما أنها تربط العلاقة القائمة على الحب والاحترام والتقدير على الصعيد الشعبي من قبل الشعب الأردني الود والاحترام الذي يمكنه للشعب السعودي وللقيادة السعودية وكذلك الشعب السعودي الذي نلمس أيضا مدى حبه واحترامه للشعب الأردني لذلك عندما نتحدث عن هذا البعد الاقتصادي تأتي في مرحلتين مهمتين المرحلة الأولى أولا تأتي تنفيذا بتقديري لرؤية ولي ولي العهد خدم الحرمين لرؤيته للاقتصاد السعودي لعام 2030 وهذه القائمة على عملية التوسع في الاستثمار بالخارج من أجل تنويع مصادر العوائد للداخل السعودي وهذه ميزة إيجابية فلم تجد خادم الحرمين بتوجيه طبعا خادم الحرمين شرفين بيئة استثمارية آمنة يبدأ بعملية البحث في الاستثمار والتوسع بها مثل الأردن وبنفس الوقت تأتي عبارة عن دعم اقتصادي وسياسي من جانب خادم الحرمين إلى الدولة الأردنية قيادة وشعبا فبالتالي من هنا من هذا المنطلقين انطلقت وأفهم هذه الاتفاقيات وتأسيس الصندوق الاستثماري الأردني السعودي الذي تصل كما قلت في بداية التقرير الاستثمارات إلى 3 مليار دولار تقريبا وقابلة للزيادة إلى حوالي 10 مليار دولار على المدى المتوسط أو البعيد والأردن تنفيذا لهذه قد صن قانون الاستثمار الأردني وهذا الصندوق كان من شأنه أن يزيل كافة العوائق والقيود أمام أي توجه استثماري سيتجه الصندوق المشترك السعودي الأردني للاستثمار في داخل المملكة الأردنية الهاشمية لذلك هذا الصندوق بتقديري الآن أنه مرشح لعملية التوسع وبناء الاقتصادات المتوخة على كافة القطاعات سواء انصيد الطاقة وبعد ذلك السياحة والتعليم والإعلام والبيئة والمياه والغذاء وغيره لذلك من شأن البناء والبدء في تنفيذ هذه المشاريع من شأنها أن تعمل على تحريك وتنمية الاقتصاد الأردني الذي يعاني من تباطئ وانكماش نتيجة الظروف التي تعصف بالإقليم وبنفس الوقت هذه من شأنها أن تعمل على تخفيض نسبة البطالة في المملكة الأردنية الهاشمية وهذا بالتأكيد يشكل هو دعم لاستقرار وأمن الاجتماعي كما سيشكل لأننا كلنا نعلم أن الفقر والبطالة هي عوامل خاصة لمتطرفين والإرهابيين لذلك عندما نعمل على رفع سوية المواطن الأردني من شأن ذلك تكون هي عبارة عن حرب على التطرف والإرهاب والذين كنا نسعى من أجل استثاذه من منطقتنا وترسيخ الأمن والاستقرار في كل البلدين لأن الأردن تشكل عمقا للمملكة العربية السعودية كما أن المملكة العربية السعودية تشكل العمق للمملكة الأردنية الهاشمية وعندما أتحدث عن عمق وأمن أتحدث عن الأمن بمفهومه التقليد أتحدث عن الأمن الاجتماعي عن الأمن الاقتصادي وعن غيرها هذه عوامل من هنا أقرأ تأسيس هذا الصندوق بتوجيه خادم الحرامين وقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ونأمل أن هذه المشاريع أن يبدأ يلمسها المواطن الأردني وتعود بالنفع على المواطن السعودي والمستثمر السعودي نأمل ذلك دكتور سوف نعود إليك بعد قليل أرحب بضيفي من المدينة المنورة الأوسل محمد رشوان مستشار اقتصادي ورجل أعمال أهلا بك معنا الاستثمارات التي تم الاتفاق عليها تتجه بشكل كبير نحو قطاع الطاقة والسياحة في الأردن كيف يمكن الاستفادة من خبرة المجال السعودي قطاع الأعمال السعودي أيضا شركات الطاقة في المملكة العربية السعودية من خبرتها وفي نفس الوقت من المزايا الاقتصادية في الأردن والتي تدعم قطاع الطاقة وقطاع الثاني القطاع السياحي الذي أيضا تم توقيع اتفاقيات في هذا المجال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عن نبيه الحمد وعليه صلى الله وسلم طبعا كلنا الحمد لله رب العالمين مبتهجون بهذه الزيارة الميمونة لسيد خادم الحرمين الشريفين لمملكة الأردن المملكة الشقيقة التي تعتبر جزء رئيس وقطعة من القلب العربي والسعودي طبعا المشروعات التي اشرت إليها أو القطاعات التي اشرت إليها القطاع السياحي وقطاع الطاقة هم قطاعان مهمان وتتمتع المملكة الأردنية الهاشمية بميزات نسبية وتنافسية فيها كبيرة فتوجه المملكة وتوجه رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في هذين القطاعين توجه محمود وتوجه رشيد ونظر لما أسلفنا مما تمتلك الأردن من ميزات نسبية وميزات تنافسية ميزات نسبية في وجود البحر الميت ووجود عدد من العيون والسياحة العلاجية في هذا الأشياء كذلك الأردن لديها كوادر بشرية مؤهلة ولديها خبرات تراكمية في العديد من المجالات ومن ضمنها مجال الطاقة وكلنا لا يخفى على الجميع أن هذا القطاع قطاع كبير وواعد ومهم ومهم للأردن وكذلك يعني مهم لنا كدولة جارة ويعني ممكن أن يكون هناك مستقبل الربط إذا نجح هذا المشروع نسأل الله عز وجل له النجاح والتوفير أن يكون هناك ربط ويكون هناك تعاون في هذا المجال بأن تنقل الخبرة تنقل التقنية ويستفيد البلدان من هذه الميزات المتوفرة لدى كليهما والكوادر البشرية المؤهلة في هذا المجال فهذين القطاعين قطاعين كبيرين وواعدين ويسهمان في فائدة كبيرة لكل البلدين وزي ما ذكرنا أنه يعززان من القدرة في هذا المجال وزيادة القيمة المضافة للناتجة من هذين القطاعين لكل البلدين مهندس فاسل أعود إليك من ضمن المشاريع والاتفاقيات التي تم توقيعها مشروع لبناء وتطوير محطة شمسية بقدرة 50 ميجاوات أيضا دراسة جدوى بناء جدوى قصادية لبناء مفاعلين بالتقنية المفاعل الذي الوحدة المدمجة الأهم هو لإنتاج الكهرباء وتحليات المياه هذه المشاريع التي تعنى بتحليات المياه إنتاج الكهرباء وأيضا المحطة الشمسية كلها تصب في مجال الطاقة المتجددة ما هي الفائدة المباشرة للاقتصاد السعودي إن كانت الاستثمارات ستكون في الأردن نعم في الحقيقة طبعا جميعنا نتطلع لهذه الزيارة لتعزيز جميع المجالات ولكن المجال الغير نفطي ما في أدنى شك أنه هو الأعمق استراتيجيا بالنسبة لرؤية المملكة العربية السعودية وأيضا بالنسبة للدولة الأردن الشقيقة بأن الجميع يعرف أنها عندها شوح كبير بالنسبة للمياه وطبعا توصلها للمياه ليس فقط للأردن ولا أيضا للدول المجاورة فقد تكون الأردن هي منبع استقرار للطاقة المتجددة في المنطقة فما بأدنى شك أنه التوجه للطاقة المتجددة والطاقة النظيفة هو وجهين لعملة واحدة الوجه الأول الاستثمار في هذا القطاع هو قطاع تنموي حيوي من خلاله سوف يصنع كثير والعديد من التقنيات والموارد البشرية والموارد الإمكانيات وتبادل طبعا ما ملفت من النظر أنه احتياج الأردن يختلف تماما عن احتياج المملكة العربية السعودية بالنسبة للطاقة فهناك كثير من الأشياء الممكن يكون فيه تبادل ما بين الدولتين ولذلك أنا أأمل أن تكون هذه الزيارة فرصة للجميع لتحديد الأولويات الأعمال وتعزيز التبادل المنافع بالنسبة للقوة العاملة ومن نسبة للمصادر فضل نعم أتقل أو أعود إلى دكتور عبداللطيف من الدمام في هذا المجال وفي الاستثمارات المشتركة أيضا كيف ستحقق هذه الاتفاقيات تطلعات المملكة لتحقيق رؤية المملكة 2030 فيما يخص تحديدا جذب الاستثمارات الأجنبية يعني بعض الاستثمارات أو الاتفاقيات التي تم توقيعها هي استثمارات مباشرة سعودية أردنية في الأردن في الجهة المقابلة كيف سيتم استقطاب استثمارات أجنبية تحديدا أردنية إلى القطاعات التي تحتاج المملكة إلى استثمارات أجنبية فيها يعني إذا لاحظنا أنه الاستثمارات الآن هي يعني تأتي في إطار الأشياء البنية التحتية والاستثمارات الرئيسية عندما نتحدث عن التعدين في اليورانيوم فهو يتماشى مع المرحلة المستقبلية في الاستثمارات الدولية أو التي يصير فيها خبرات دولية سواء كان في بناء المفاعلات أو الطاقة النظيفة في الطاقة الشمسية وأيضا لما نتكلم عن سياحة العلاجية والتطوير للمنتجات العلاجية وقضية الإنتاج الأدوية هي ميزات نسبية موجودة في الأردن وهذه الاستثمارات يعني ستعطيها دعا للأمام وستوفر فرص وظيفية كثيرة للبلدين قضية الاستثمار يعني هو توجه كلا الدولتين يعني هو في تماثل في البنية السياسية للدولتين كلاهما مملكة وفي نفس الوقت توجههم للسياساتهم الدولية سياسة اعتدال واستقرار وسياسة تنمية أيضا توجههم لاستقطاب الاستثمارات الدولية هو توجه أيضا يشتركون فيه فبالتالي كلا البلدين لديهم خطة ولديهم كل الآليات والأجهزة اللازمة لاستقطاب الاستثمارات الدولية وكلا البلدين أيضا مغري للمستثمرين الدوليين ولكن هناك يعني ما يقوم به الدولتين الآن من خلال تكاملهم وعملهم المشترك ولجان التنسيق في مختلف القطاعات بين الدولتين هو تهيئة لفتح مجالات أكبر للاستثمار الدولي يعني من هذه الزاوية أنا أرى أن هذه الخطوة وهذا التنسيق هو تهيئة لانطلاق أكبر في الصناعات الغير نفطية في المرحلة المقبلة في كلا البلدين ممتاز أستاذ محمد أعود إليك كما بتزامن مع زيارة خادم حرمين الشريفين هناك وفن رجال أعمال يرافقه إلى الأردن ويسعى القطاع الخاص بشكل أساسي على الحصول على القطر الأكبر من الاستثمارات المشتركة هذه الاتفاقيات كيف تنعكس بشكل مباشر على القطاع الخاص في المملكة وفي الأردن أستاذ محمد هل تسمعوني أستاذ محمد طيب أنتقل إلى الدكتور فوزي دكتور تسمعوني نعم الآن سمعتك نعم نعم الله يحفظك طيب سوف أعود إليك أستاذ محمد بعد لحظات دكتور فوزي نتحدث عن القطاع الخاص بين البلدين وإنحكاس هذه الاتفاقيات التي تم توقيعها على القطاع الخاص بشكل مباشر طيب يبدو أنا لدينا مشكلة في الصوت أعود إلى أستاذ محمد أستاذ محمد أسألك نفس السؤال الاتفاقيات التي تم توقيعها ونتحدث عن القطاع الخاص بشكل أساسي أنا أعتذر أستاذ محمود أستاذ محمود تسمعني نعم أسمعك الآن نتحدث عن شركات القطاع الخاص والاستثمارات والاتفاقيات التي تم توقيعها كيف تنعكس بشكل مباشر على القطاع الخاص في البلدين وقطاع الأعمال هذه الاتفاقيات كان مطلوبا تكون من وقت بعيد ليس من الآن طبعا الوفد الذي رافق سيدي خادم الحرمين في هذه الزيارة يتكون من أكثر من مئة رجل أعمال سعودي بعضهم رؤساء شركات كبيرة وبعضهم مسؤولين في شركات حكومية وشبه حكومية طبعا هذه القطاعات التي تم توقيع اتفاقيات في حوالي 14 اتفاقية هناك اتفاقيات أخرى في مجالات أخرى ما بين القطاع الخاص بعضها البعض في مجالات الأسمدة الكيموية في الصناعات الكيموية في صناعات كثيرة بعضها يعني يصل إلى 750 مليون دولار حسب ما هو أمامي وما إلى ذلك طبعا هذا الأثر والعايد كبير سيكون على الجانبين أي فرصة تضيع بين الدول العربية بعضها البعض الدول الإسلامية بعضها البعض ستذهب إلى دولة أخرى نحن لدينا احتياجات الأردن لدي احتياجات كل مننا في الوطن العربي لديه احتياجات إذا نحن وفرنا احتياجاتنا بأنفسنا فالحمد لله لا نستطيع لذلك أو لم يتوفر لنا وفرنا هذه الاحتياجات هذه السلع هذه الخدمات هذه الصناعات من إخوة عرب لنا أو مسلمين في دائرة أوسع فهذا الريال الذي يخرج من جيبي يذهب إلى أخ عربي أو أخ مسلم ولكن متى ما قصرنا نحن في هذه المشاريع في هذه الفرص ذهبت الأموال إلى جهات أخرى وأصبح مع الوقت يتولد لدينا احتياج أكبر فأكبر ونصبح مرهونين للآخرين الأثر كبير وجيد جدا ومطلوب من وقت بعيد وهذا يمثل التكامل والشراكة ما بين البلدين في كل ما يمتلكه أي بلد من هذه البلدان من ميزات كما أسلفنا نسبية وتناكسية ويكمل البعض البعض الآخر نكمل بعضنا البعض نعم يقول هناك شراكات تعزز هذه الشراكات بإنشاء كيانات وتثمر بمشاريع تعود على البلدين بالنفع الكبير نعم دكتور فوزي أعود إليك هناك مجلس عمل مشترك سعودي أردني ونحن نتحدث عن القطاع الخاص كيف يمكن تفعيل دور مجلس الأعمال السعودي الأردني والاجتماعات التي يجريها أيضا الآن بتزامن مع زيارة خدم الحرمين الشريفين لزيادة أتبادل تجاري بين الجانبين والاستثمارات المشتركة الوقت عندما يقوم مقادم الحرمين الشريفين والعاهل الأردني وأن يتم توقيع الاتفاقيات بحضرتهما هذا يعني مدى الاهتمام من جانب القيادتين هذا بالتالي يجب أن ينسحب على التشريعات والقوانين من أجل تسهيل عمليات الاستثمار والتبادل التجارة البينية ما بين الدولتين الشقيقتين الآن أتمنى الآن في المرحلة القادمة أن تكون هذه الاتفاقيات والشركات هي بداية لعملية الوصول إلى عملية اندماج ما بين الصناعات المتشابهة بحيث الآن يكون هناك رأس مال أعلى يكون هناك سوق أردني وسعودي مفتحين على بعض تأسيساً للمستقبل بحكم الثقل والاحترام لخادم الحرامين وللمملكة العربية السعودية لتؤسس لعملية توسيع هذه المظلات إلى دول أخرى من أجل رفع سوية المواطن العربي في مكان تواجده لذلك الآن عندما ننظر إلى القطاع الخاص بيتطلب مزيداً من التسهيلات أو تفعيل بعض القوانين مثل العفاءات لعدم الازدواج بالعفاءات الضريبية إزالة بعض العوائق أو الكلف الباهظة أمام وسائل النقل وبنفس الوقت أن يكون هناك الإرادة الجادة نحو بناء علاقة تشاركية اندماجية لأن كلنا نعلم أننا في وسط إقليم ووسط عالم الآن لا مكان لشخص ضعيف أو لمؤسسة ضعيفة بل أن هناك لابد من التأسيس لإقامة تكتل اقتصادي كبير سواء كان صناعياً أو تجارياً أو خدمياً أو سياحياً أو غيرها من وسائل التي تؤدي إلى عملية إنماء الاقتصاد ورفع مستوى النمو في القطرين الشقيقين وفي باقي المنطقة لأننا على علم أن خدم الحرمين والمملكة العربية السعودية عندما ينظروا إلى الأردن كدولة مجاورة لكن أيضاً هم ينظروا إلى باقي الدول لأن هذه المصلحة التاريخية التي تحتكم لها القيادة السعودية بسياساتها سواء الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي والآن كلنا نجد أن عدمت الاتفاقيات التي تم تبقعها بالأمس تنظر إلى القسم الثقافي والإعلامي هذا يعني أن هناك إلاء واهتمام لتعريف الشعب الأردني بالإنجازات والمنجزات السعودية وكذلك تعريف الشعب الأردني بالمنجزات السعودية والأردنية السعودية وهكذا وهذا من شأنه أن يعزز مزيداً من العلاقات الأخوة ويؤدي إلى مزيداً من الانفتاح والتسهيل عملية التعريف المستهلك السعودي والمستهلك الأردني بالصناعات والإنتاج السعودي والأردني وهذا من شأنه أن يرفع سوية العوائد التشغيلية لكل الطرفين وهذا في هناك مصلحة مشتركة للمستثمر السعودي وللمستثمر الأردني وكما قلت قبل خليل بتقديري أنها يجب أن تؤسس لعملية اندماج ما بين الشركات والصناعات المتشابهة من أجل أن يكون لها أسواق رحبة أوسع ليس فقط بداخل الأسواق السعودية والأردنية وإنما لغيات التصدير التي ستدر دعماً ولمواً لكل الاقتصادين طبعاً بتأكيد كلاً حسب قوة وحجمه صحيح مهندس فيصل أيضاً في فترة سابقة تم توقيع اتفاقيات منع الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي أيضاً هناك عمل دائم على حماية الاستثمارات المتبادلة بين الجنبين السعودي والأردني كيف يمكن تهيئة أو تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة كي تكون أكثر جاذبية للإستثمارات الأردنية ما في أدنى شك طبعاً أوجه رسالة طبعاً تقدير للمجلس السعودي الأردني الذي هو طبعاً ما في أدنى شك قام بدور كبير يعني سبقت الزيارة وقد تكون الزيارة توجت هذه الأعمال التي قد سبقت وما في أدنى شك أنه الجميع يعلم أنه هناك مشاريع يقدمها القطاع الخاص السعودي في الأردن في الطرق وفي السكان وفي البنية التحتية وفي السياحة أيضاً فلذلك ما في أدنى شك أنه الجانب العملي من هذه الاتفاقيات وتفعيل دور المجلس يعزز هذه القدرة ونعتقد أنه هناك أيضاً رغبة جادة من رجال الأعمال أصحاب الأعمال الأردنيين في تقديم ما لديهم أيضاً في المملكة العربية السعودية من جهود قد تكون تساهم في تعزيز هذا النوع من المبادرات على أرض الواقع دكتور عبداللطيف في المجال السياحي الأردن أيضاً وجهة سياحية كبيرة للسعوديين كيف يمكن استفادة من تجربة القطاع السياحي في الأردن ودعم السياحة في المملكة التي هي أيضاً من أهداف رؤية المملكة 2030 دعم السياحة الداخلية والمحلية بالنسبة للقطاع السياحة بين المملكة والأردن يمكن أن يكون هناك تشابه حتى تاريخياً الآثار في حضارة الأنباط مشتركة ما بين الأردن وما بين شمال غرب المملكة فمداء صالح هي نفس نمط الآثار الموجودة في الأردن يعني في عمق تاريخي وحضاري مشترك وفي علاقات قربة يعني العشائر يعني بعضها جزء منهم في السعودية وجزء منهم في الأردن يعني هذا الجانب يعني أذكر أنه سبق زرت مشروع حمامات معين وغيرها هذا استثمار سعود يمكن عمره ما يقارب العشرين سنة في السياحة الأردنية وهو وجهة رئيسية في الأردن يعني السياحة العلاجية الأردن وجهة كبيرة جداً في المنطقة الشرق الأوسط ولذلك شفنا الاستثمارات السعودية توجهت لهذا القطاع لأنه يعتبر ميزة نسبية إذا زي ما قلت قبل قليل أنه 14 ألف جراحة تكميم معدة لسعوديين في الأردن هذا يعطيك مؤشر لحجم السياحة القادمة للأردن وحجم الاحتياج للخدمات الصحية بالذات في مناطق الشمال بالنسبة للسعودية القريبة من الأردن هذا جانب الجانب الثاني أيضاً صناعة الخدمات يعني الأردن تتميز بكفاءات بشرية مدربة وفيه بعض الصناعات الجيدة في الأردن ويتعامل معها القطاع الخاص السعودي مثلاً صناعة التدريب والتعليم في خمسة ألاف طالب يدرسون في الجامعات الأردنية وفيه مراكز للتدريب والتأهيل أردنية تعمل مع الشركات السعودية صناعة البرمجيات مثلاً والتطبيقات الإلكترونية في الأردن فيه يعني صناعات ناشئة بدأت تأخذ مكانها فبالتالي فيه شراكات مع شركات سعودية في هذا القطاع هذه الصناعة أنا أتصور أنها يعني صناعة السياحة الأردن وجهة مفتوحة للعالم فرجال الأعمال المستثمرين في صناعة السياحة يعني يفضلون الاستثمار في الأردن ويبنون على ما هو موجود ولذلك هي سوق واعدة جداً للمستثمرين في صناعة السياحة في المنطقة هذا من جانب في جانب آخر أنا أتصور أنه الأردن هي دولة مرشحة على الانضمام لمجلس التعاون الخليجي ولذلك التماثل في يعني والتأهيل للشراكة الخليجية الأردنية في هالمرحلة هي شراكة مهمة جداً تؤهلها لنقلة في العلاقات الاقتصادية تصل إلى التكامل مع الجسد الاقتصادي الخليجي وطبعاً ما في شك أنه بوابة الأردن للخليج عبر السعودية بالتالي كل هذا التطور في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية ودعم البنى التحتية في كل البلدين أنا أعتقد أنه هو تهيئة لمرحلة مقبلة ولمستوى من العلاقات الخليجية الأردنية متقدم بإذن الله نعم أستاذ محمود أعود إليك من ضمن الاتفاقيات أيضاً التي تم توقيعها اتفاقية لتأهيل الشراكة لإنشاء مصنع لتأهيل السيارات مصنع آخر لملحقات شبكة الكهرباء الذكية هذا ما يعني أيضاً يعني بقطاع التقنية والتطور في هذا المجال هذه القطاعات إلى أي مدى بالفعل تحتاج إلى الدعم إن كان في الأردن أو في المملكة طبعاً هذين قطاعين حيويين قطاع تأهيل السيارات ويعني يمكننا الرجل العمال السعودي علي برمان اليامي هو صاحب هذا الاستثمار وهو رجل له بصماته كذلك العددات الإلكترونية وما إلى ذلك هذه قطاعات حيوية وتحتاجها المملكة العربية السعودية وكذلك الأردن تمتلك فيها ميزة كوادر بشرية مؤهلة ولديها تراكم معرفي في هذا الباب وهي تمثل عمق بالنسبة لنا في صناعة النقل صناعة تأهيل السيارات وما إلى ذلك فالاستثمار هذا جيد وواعد ويحقق للبلدين فوائد كبيرة سواء هذين المجالين أو المجالات الأخرى التي تم الاتفاق فيها الكيمويات الأسمدة وما إلى ذلك الأردن تمتلك إمكانيات كما ذكرنا كبيرة في هذه المجالات وكذلك لديها خبرات تراكمية كبيرة ويعني هذه تخلق فرص كبيرة نوع من المساهمة الأخوية من المملكة العربية السعودية للأردن أن تنشأ هناك كيانات كبيرة وتستفيد الأردن منها تعمل بها قوة بشرية كبيرة وفي نفس الوقت نحن نستفيد كذلك من معطياتها ونتائجها فالفائدة مشتركة للجميع صحيح شكرا لك الأستاذ محمود رشوان مستشار اقتصادي ورجل أعمال كنت معنا من المدينة المنورة أشكرك وأشكر ضيفي من الدمام أيضا دكتور عبدالطيف العفالق رئيس لجنة الوطنية للسياحة في مجلس غرف السعودية كنت معنا من الدمام شكرا جزيلا لك أيضا وأشكر ضيفي من عمال دكتور فوزي السمهوري مستشار اقتصادي أشكر مشاركتك في حلقتنا اليوم مهندس فيصل نستمر معك إلى الملف الثاني والذي نتحدث فيه عن الأمر الملكي بتخفيض الدرائب على شركات النفط نستمر معك إذن في هذا الملف بعد أن نتابع مع سادة المشاهدين التقرير التالي ثم نعود في خطوة من شأنها تحفيز الاقتصاد وتنويع أدواته أصدر خادم الحرمين الشريفين أمس أمرا ملكيا يقضي بتخفيض ضرائب الدخل المفروضة على شركات النفط الأمر الذي يحمل أبعادا استراتيجية لمصلحة المملكة وشعبها وبموجب الأمر الملكي الكريم سيكون سعر ضريبة الدخل على الوعاء الضريب للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية بـ 50% للمكلف الذي يتجاوز إجمال استثماراته الرأسمالية في المملكة 375 مليار ريال و65% للمكلف الذي يتجاوز إجمال استثماراته الرأسمالية 300 مليار ريال وحتى مبلغ 375 مليار ريال و75% للمكلف الذي يتجاوز إجمال استثماراته الرأسمالية 225 مليار ريال وحتى مبلغ 300 مليار ريال و85% للمكلف الذي لا يتجاوز إجمال استثماراته 225 مليار ريال وتعليقا على هذه الخطوة الهامة أكد محمد الجدعان وزير المالي السعودي أن أي انخفاض في إرادات الضرائب المفروضة على الشركات المنتجة للنفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في السعودية سيتم تعويضه بتوزيع أرباح مستقرة من قبل تلك الشركات التي تملكها الدولة وتدفقات مالية أخرى تدفع للحكومة بما في ذلك التدفقات الناتجة عن أرباح الاستثمارات فيما أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن المملكة ستظل صاحبة السيادة على مواردها الهيدروكربونية نعود إليكم مشاهدينا الكرام في ملفنا الثاني والذي نتحدث فيه بالتفصيل عن قرار أو الأمر الملكي الذي يقضي بتخفيض ضرائب على شركات النفط أراحب بك معنا مجددا مهندسة فيصل فاضل أمين مؤسسة الملك سعود في البداية هذا القرار مضمون هذا القرار بتخفيض نسبة الضريبة المفروضة على شركات النفط بشكل أساسي وعلى شركات التي تنتج المواد الهيدروكربونية في البداية لماذا هذا القرار صدرنا طبعا ما في أدنى شك قرار سيادي للمملكة العربية السعودية وهذا يدل على قدرة المملكة العربية السعودية أنها تكون بشكل تنافسي قوي وهذا يدل على تعزيز قدرتها أنها تكون بما أنها هي المركز الأول عالميا في تقنيات البترول وهذا أيضا له جانب غير مباشر بالنسبة للصناعة الغير نفطية لأن الصناعة الغير نفطية أيضا سوف يكون هناك نوع من الدعم الغير مباشر لتواجدها وهذا شي طيب لأنه هذا يعطي المملكة العربية السعودية قدرة تقنية نحو هذه الصناعة وتمكنها نحو هذه الصناعة في المملكة العربية السعودية فهذه طبعا الشركات سوف تعزي دورها في بناء قدراتها المحلية بالاستفادة من الضريبة وأيضا الضريبة المزدوجة بما يسمى مع بعض الدول وهذا سوف يكون هناك مجال للتفاوض ما بين الدول في هذا الموضوع وأنا أعتقد هذا شيء عظيم في تعزيز قدرة 20-30 نحو الصناعة النفطية والغير نفطية ممتاز أيضا لهذا القرار يعني جانب مهم مع تخفيض الضرائب إلى أي مدى ذلك سوف يدعم أو يزيد من جاذبية الاستثمارات استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة بشكل رئيسي أكيد مدام رفعت هذه النوع من المجاملة للقطاع النفطي اللي هو طبعا حاذب بكثير من المميزات بالنسبة لسياسة الدولة السعودية التجارية والنفطية لذلك أنا أعتقد أن هذا أيضا يفتح المجال لتعزيز الشركات أنها كمان أيضا تنظر إلى بدائل من خلال الدعم الغير مباشر لتخفيض الضرائب على هذه الشركات النوعية من ضمن ما أشار إليه معالي وزير المالية حول هذا القرار أن للقرار أبعاد استراتيجية بعيدة المدى تؤدي بشكل أساسي للمحافظة على المكتسبات الوطنية للأجراء القادمة على أرض الواقع كيف ذلك؟ ما في أدنى شك لأنه لما يكون هناك نوع من الحافظ للصناعات المحلية هناك مجال أنه أنه يكون شركات سعودية تستفيد أيضا من هذه النوع من المنافسة في دعم قدراتها محليا ودوليا في تصدير أو في منتجات ومشتقات البترول المحلية وأنا أعتقد موضوع مهم الذي هو كيف هذا يكون عليه إنعكاس للصناعة الغير نفطية التي هي الصناعة المتجددة أو الخضراء في إن كانت شمسية أو طاقة كهربائية طاقة رياح أو كاملة لذلك أنا أعتقد أنه النظر في سياسة الضريبة في خفضها أو ارتفاعها هذا نوع من المرونة في تعزيز قدرات الدولة في هذه الصناعة ومن ناحية أخرى هو يوافق المعدلات الدولية في هذا المجال يعني خاصة مثلا غفاظ الضرائب على أرامكو من 85% إلى 50% يتوافق مع المعدلات الدولية إلى أي مدى هذا أيضا ينسجم مع توجه المملكة لطرح 5% من أسهم أرامكو للاكتتاب العام وهذه طبعا كلها تصب في محور جذب المستثمر الأجنبي وتعزيز قدرات المصنع المحلي أو المستثمر المحلي طبعا كلها تدور حول لذلك نجد زيارات سيدي خادم الحرمين هي زيارات ثنائية في تعزيز هذا الإطار لأنه الآن العولمة بالصفة عامة وأنه يكون هناك ضرائب سائدة للجميع بنوع من التوازية أنا أعتقد هذا أصبح غير مقبول وغير منطقي على أرض الواقع أنا أعتقد أنه يكون هناك مجال في الحوافص خصوصا بالنسبة للقطاع الغير نفطي والطاقة المتجددة تحتاج هذا النوع من المرونة أو الفلكسبيلتي صحي إذن تندرج كلها ضمن القرارات التي تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة عشرين ثلاثين من أي نواحي؟ من أدة نواحي من ناحية الاقتصادية من ناحية التقنية من ناحية الموارد البشرية طبعا هذه كلها سوف تفتح مجال أنه القطاع الخاص يكون عنده المارجن أو فسحة التعامل التداول المالي يسمح لها تطوير ذاتها لأنه الفرض الضريبي بيأثر سلبا على تطوير الشركات هذه ولكن لما تفسح إلى مجال ضريبي ويكون عندهم مجال للتطوير وأحسين ذاتهم على عرض الواقع وهذا شيء طيب جدا وتبقى المملكة هي صاحبة سيادة على الموارد الطبيعية بالتأكيد وأيضا المملكة العربية السعودية هي رقم واحد في تقنيات البترول وهذا طبعا سوف يعزز قدراتها أكثر في هذا المجال ممتاز وصلنا معك إلى نهاية المهندس فيصل فضل أمين مؤسسة الملك سعود شكرا جزيلا لك نقشنا معك في الملف الأول زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى الأردن والاتفاقيات التي تم توقيعها وفي الملف الثاني نقشنا أيضا الأمر الملكي بتخفيض الضرائب على شركات النفط شكرا جزيلا لك شاهدنا الكرام إذن هذه كانت حلقتنا اليوم تحدثنا فيها في الملف الأول عن زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى الأردن وعن الأمر الملكي في الملف الثاني الذي يقضي بتخفيض الضرائب على شركات النفط وتأثير هذا الأمر الملكي اقتصاديا بشكل مباشر على الاستثمارات المفتية ويحقق أهداف المملكة بتنوية مصادر الدخل من خلال تحقيق رؤية المملكة 2030 ختاما أشكركم ومتابعتكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة